مساء الخير حبيباتي كراكم انشاء الله تكونوا ملاحة وتكونوا بالصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي نقولكم صحة فطوركم انشاء الله كنتوا يعني فطرتوا بالصحة ولهنا وبأحسن الأحوال يا ربي ما تنسوش دائما نبدأوا بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا عليه جميعا ونرحب البزاف لنضموا القناة ونقولهم ألف مرحبا لنضميتوا لينا ولنضميتوا العائلة كويزي الميرة ولماذا نضمش لينا شرح يستنى ينضم لينا ويخلي لي جاموا كومنتر للمزيد من الوصفات إذا عجبتكم الوصفة اليوم ما تنسوش تجربوها وتباطجوها محبباتكم وتخلوا لي كومنتر إذا عجبتكم بالنسبة الوصفة اليوم ما ليهي جبت لكم اليوم واحدة شربات رائعة جدا وبنينا ومنعيشة وتحضريها في أسرع وقت وزيت بمقادر طبيعية 100% بلا مضوحي تشريها من محالات وجدها غير في الدار أولا حنوح نشوفو المقادر نبدو بالمقادر على بركتي أولا حج اللولا هنا رابيت حبة تعليم يعني تكون كبيرة شوية ونسحقوا واحد إذا يرتع ممزوج تعد دوقت على الليمون وبالنسبة يعني كيتشو ترابو كملاحظة كيتشو ترابو الليمون بتاعكم ما توصلوش يعني حتى الطبقة البيضاء خستكم غد يعني ترابو غير طبقة الفقانية اللي هي طبقة الصفراء بس كي إذا يعني رابيتوا قاح يعني حتى الطبقة البيضاء راح تجي يعني الشيابات تعكم مرة هي من الأحسن أنكم يعني ترابو غير الطبقة الفقانية اللي هي طبقة الصفراء ومرة هاد زيدولها مغرف كبيرة تاع السكر وتخلوها على جيها وبالنسبة يعني لهادك الحبة تعليم اللي رابينا لها الجوانب نعصروها مليح يعني حتى نتحصطوا على عصير باش نخدموا به يعني شربات التعنا وهدك الحبيبات اللي كينين في الليم يعني كما راكم تشوفوا نخلوهم يعني مع الزيس نخلوهم بجيها ونخلطوهم قعفة رحبة يعني السكر مع الزيس مع هاد الحبيبات ونخلوها على جيها هنا بالنسبة يعني رح نجيب الإناء ندير فيه يعني العصير الليمون اللي عصرته لي جاني حوالي خمسين ميلي لتر يعني لجي كربع كاس يعني كاس اللي نعبرو به يعني هاد الكاس دائما موجود يعني عند قاع اللائلات ومورا ها نضيفوا يعني دك الزيس اللي رابيناه مع يعني مغرف تاع السكر مع هاد الحبيبات تاع الليمون ويعني إذا بقى لكم هنا الزيس زيدوا شوية تاع المم يعني باش تقلوه قاع وتخووه يعني في الإناء مورا ها ضفت لها حوالي ربع مغرف كبار تاع السكر هنا كيما تعرفوا باللي السكر يعني كل وحدة وذوقت تاحا أنا ضفت يعني درت ربع مغرف تاع السكر وزدت لهم مغرف صغيرة تاع الأفاني وهنا زدت لهم حوالي 150 مليلتر تاع الماء يعني ما يعادل كاس إلا ربع تاع الماء يعني هدا هو الكاس اللي نعبر به ومورا ها يعني في الآخير نضيفوا يعني هاد اليايورت تاع الممزوج تاع الزوق تاع الليمون نضيفوه كومبلي وبالنسبة للسكر كيما نقول لكم يعني كل وحدة وش حال تبغي يعني تدير أنا في الولودر تاني ربع مغرف كبار تاع السكر ووجات الشربات ووالا أروع ومورا ها يعني بعد ما نضيفت لها يايورت تاع الممزوج تاع الزوق الليمون ميكسيتها مليح بالميكس يعني تحصلوا على هاد القوام كيما راكم تشوفو ومورا ها نضيفو لها 500 مليلتر تاع الماء يعني ما يعادل نص يوضر و تاع الماء يعني فوق الخاليط للول نضيفو له نص يوط روسها على الماء ونزيدو له يعني زوج مغارف حتى ثلثة مغارف تاع السكر أنا نضيفت له تلتة مغارف تاع السكر يعني ثلثة مغارف كبار تاع السكر ونخلط مليح ويعني السكر دائما كيما قلت لكم كل وحدة و الدوق تاحا يعني إذا شتوه يعني زجكم شويا حامض ولا يعني تبغي يضيفو له السكر كل وحدة و الدوق تاحا وهنا يعني كإضافة دفت له يعني أوراق تاع النعناع باش تعطيني بنها شبه في الشاربات وزيت لها تانيك ترنش صغير تاع الليمون وبالنسبة يعني إذا بقى لكم شوية تعززت من تحته يعني كل وحدة وش تبغي كي تبغي يعني تقدمه كي ما راه وكي اللي تبغي تصفه يعني الاختيار دائما يفقى لك وملاحظة تانية يعني ما تقدميه اش تمتم خلي حوالي ساعتين حتى تلتوافف جيدا مراعدك باش تقدميه يعني العائلة تاعك إذا عجبتكم الوصفات على اليوم عجبتكم مشاربات متسوش تجربوها وتخلو لعليها تعليق وتبرتاشوها مع حباباتكم وشهية طيبة